لجنة العضوية بالنادي الأهلي تستقبل المشتركين الجدد في فرعي الشيخ زايد والتجمع بالمناسبة زي ما حضراتكم شايفين رئيس أو لجنة العضوية في النادي الأهلي الأستاذ طارق أنديل وطبعا الأستاذ محمد الغزاوي وبقية الأعضاء اللي موجودين كانوا النهاردة في استقبال المتقدمين لحصول على عضوية النادي في الشيخ زايد والتجمع الخامس وقام الأستاذ محمد غزاوي والأستاذ طارق أنديل والأستاذ عز حلمي مديرة الاشتراكات وبعقد المقابلات الشخصية للمتقدمين للحصول على عضوية النادي الأهلي الفترة الأخيرة الحقيقة كان فيه إقبال كبير جدا للانضمام لأسرة النادي الأهلي والاستفادة من الخدمات المقدمة للأعضاء والطفرة الإنشائية كنا نتكلم فيه من شوية والطفرة الإنشائية التي يشهدها النادي سواء في مقر الجزيرة أو في روع مدينة نصر والشيخ زايد والتجمع الخامس فرع التجمع الخامس الحقيقة بيحظى خلال فترة الأخيرة بإقبال كبير على الاشتراك في عضويته خاصة أنه يعد صورة طبق الأصل من فرعي مدينة نصر والشيخ زايد ويتضمن خدمات شاملة بما يتناسب مع اسم النادي ويلبي رغبة كافة الأعضاء بعدما تتم مراعاة أن تكون الملاعب في مناطق واحدة مع وجود غرف الملابس رجال وسيدات لجميع الفرق تشتمل المنشآت الرياضية داخل فرع التجمع على ملاعب للكرة الطائرة والسلة واليد وملاعب للخماسي من النجيل الصناعي بالإضافة إلى ملاعب تنس والمسجد كما توجد منطقة خاصة بأكاديمية كرة القدم تشتمل على ملعبين كبيرين من النجيل الصناعي وغرف الملابس لللاعبين والمدربين إلى جانب مجمع همام السباحة والمبنى الاجتماعي الذي يقع على مسطح 1200 متر ويجتمل على بدروم وأرضي ودور أول ويضمن قاعة مجلس إدارة ومطعم وأماكن للأعضاء علما بأن البوابة الرئيسية في فرع التجمع تضاهي نظيراتها في فرع مدينة نصر ده اللي أنا كنت بتكلم مع حضراتكو عليه إنه حتشوفوا حاجة وحتشوفوا إنشاءات خلينا نشوف يعني لما إن شاء الله ربنا يكرم ويكون هناك افتتاحات ويتم الإعلان عن هذه الافتتاحات حتشوفوا الكلام اللي أنا بقول لحضراتكم ده هيبقى عاملة زي